السادة زينة بسألتنا عن أورام القولون المنتشرة للكبد وصحيح فيه نسب شفاء خالص يعني العيام ممكن يخف بالرغم من المرحلة بتاعة الورم اللي موجود بقت مرحلة ربعة الحقيقة الحمد لله بفضل العلم والبحث العلمي أيوة بقى نسب فيه نسب شفاء تام تصل إلى 70% بس لازم نعمل خطة حربية لمواجهة الورم ده ما يكونش دكتور الأورام بس هو اللي في المعركة ولكن دكتور الأورام دكتور الأشعة التدخلية دكتور الجراحة دكتور الأشعة دكتور الباتولوجي فريق عمل علشان نوصل لهذه النسب اللي كانتش موجودة على الإطلاق من خمس سنين أنا من خمس ست سنين كنا منشوف حد منتشر الورم فيه للكبد أو للرئة من أورام القولون نقول خلاص يعني النسب الشفاء فيه حدود خمسة في المية واحد في المية دلوقتي بقى تصل إلى 70% بس في كل الناس لا مش في كل الناس ولازم أهم حاجة الجملة اللي قلناها من شوية أهم علاج هو أول علاج يقدو هذا المريض وبالتالي لازم الخطة الحربية اللي احنا بنقولها دي بتعتمد على عوامل كثيرة من أهمها على إطلاق زي ما احنا دايما بنقول إن احنا نفهم الخلية اللي موجودة بتاعت السرطان دي تستجيب لإيه وما تستجيبش لإيه هو احنا نعرف قبل ما ندي العلاج الخلية دي ممكن تستجيب لإيه وما تستجيبش لإيه أيه دلوقتي بقينا نعمل تحليل جيني نقدر نعرف في خلية الورم ده هي ينفع تاخد علاج موجه ولا ما ينفعش تاخد علاج موجه والعلاج الموجه ده هيضيف للعلاج العادي نسب أعلى في الشفاء ولا في المرحلة دي ما ينفعش يتاخد يعني هل ينفع ناخد علاج موجه في كل الناس لا هل ينفع نستخدم العلاج الموجه ويضيف لنسب الشفاء حتى في أورام الكابت المنتشرة لو الورم صغير جدا وتم استقصاله لا لكن ينفع بقى ويزيد نسب الشفاء بطريقة ضخمة للغاية في أورام الكابت اللي احنا مش قادرين نستقصلها على طول أو محتاجين نعمل لها حاجة اسمها induction أو conversion يعني نحولها من ورم ضخم مش عالفين نستقصله أو نحرقه بالتردد الحراري لورم صغير نستطيع إن احنا نتخلص منه تماما يبقى الخطة الحربية دايما إن انت تعرف عدوك ده عدوك الخلايا السرطانية دي ينفع إن احنا نأثر عليها بأنهي نوع ده ونديه لهذا المريض المناسب لحالته الصحية لسنه لطبيعة الخلايا اللي موجودة عنده وبالتالي نقدر نستخدم هذا السلاح اللي بيؤدي إلى هذه النسب برضك حاجة مهمة للغاية ليا ولكل زميل الأطباء وللمرضى استخدام العلاج القوي الأفضل أول مرة بيخلي احتماليات النجاح في هذه المرة تقريبا 85% لو فشلنا في هذه المرة الاحتماليات النجاح بتقل خالص بعد كده لحوالي 20% فأرجوكوا استخدموا أحسن علاج ممكن في أول مرة علشان إحنا ممكن نخلي مرض السلطان تاريخ أستاذ سلوى معانا